السلام عليكم مشابه بالفيديو ده بخصوص بطولة البولنس التشالنج وسبب اختفاءها من اللعبة تمام وبالنسبة لحل اللي نزل من الشركة النهاردة لانجاز شادة الحق طيب اول حاجة بالنسبة لبطولة البولنس التشالنج بطولة البولنس التشالنج بتجيبها من عن طريق السهم اللي هو موجود في ميني الشاشة اللي هو السهم اللي منور بالله احمرنا تمام بتدوس هنا المفروض ان هي بتبقى موجودة باسم تحدي المكافأة سبب اللي خليها تختفي مجرد معملة تحديث الواحد بوينت سفر كنت بتخش هنا كنت بتظهر عندك في القائمة في القائمة دي كان بيظهر لك بطولة البونس تقدر تبدل النقط اللي عندك او تقدر تستخدم الكروت انك بتشارك في البطولة البطولة دلوقتي موجودة او ظهرة على دول بس انت لازم تغير عليها موجودة مثلا على دولة الهند على كذا دولة تانية انا مش عايز اقولك اساميع عشان ما تروحش تحول عليها لان انت مش استفاد حاجة البطولة ذات نفسها بتختفي يعني انت مجرد ما تحول بعدها بيوم كانت زهرة مثلا كنت محول في بي ان على دولة كانت زهر فيها البطولة بتاعت البونس تشالنج تمام مجرد ما جيت فتحتي تاني اختفت من عليها لاش ان انت تحول الدولة عندك حتى لو انت عندك نقط وعايز تبدلها لان النقط نفسها مش هتقدر حتى لو حولت الدولة وظهر عندك البونس بالنسبة للنقط اللي عندك لو جيت تبدلها من اللي هو السريتات تبع البونس بتيجي تبدلها بيوسي مش هيبدل عندك هتجيون لك هزهر لك بشكل ابيض الصور كلها صور اليوسي كل حاجة في الشوب تظهر بشكل ابيض ما يقدرش ان انت تبدلها تمام بالنسبة للبطولة هترجع في اول السيزون مع بداية السيزون 15 هترجع البطولة بشكل طبيعي تقدر تشارك تمام فكل اللي عليك ان انت تستنى لغاية ما السيزون الجديد يبدأ حتى لو معك نقط ونقط هتفضل زي ما هي لو شاري كروه برضو كروت هتفضل زي ما هي مجرد ما البونس سيبدأ يرجع تاني هترجع كل النقط دي موجودة عندك في الاسترداد تقدر تبدلها طيب تاني حاجة بالنسبة للانجاز هتتلحق اول حاجة خلينا نخش على المهمات في الانجازات بتنزل على اخر حاجة تبع الانجاز اللي هوش هتتلحق بالنسبة الاول نقطة الايام كانتش بتتحسب شاهد تطور اصدار ACE طيب بالنسبة اللي فيه تعديل او اصلاح من الشركة النقطة دي بتتحسب لكل الحسابات النقطة دي كان عبارة عن اللي هو الفيديو اللي انت بتشوفه مجرد ما انت بتعمل تحديث للعبة اللي هو 1.0 بيظهرلك او ما بتخش الجيم بيدخلك على لوبي بتشوف الفيديو ده بعد كده بتتحسب معاك المهمة الاولى تمام ده بالنسبة للمهمة الاولى ان تم حلها من الشركة فهواريكو تصوره برضو من على حساب جست تاني نهاية حسبت عندي حتى من غير ما اشوف الفيديو تمام بالنسبة لتاني نقطة تاني نقطة دي كان نشاهد مقطع الفيديو دي كانت قابل التحديث لغاية دلوقتي ما فيش اي حل من الشركة ان انت ممكن تقدر تشوف الفيديوهات دي تاني المهمة لو نزل اي حاجة جديدة هنزلها لكم بخصوص الانجاز ده طيب بالنسبة لاخر حاجة في الايفنت اللي نزل جديد اللي ممكن من خلوه تقدر تجيب سكن اللبس سيزون 15 يمكن محدش انتبه له كتير بتخش على الايفنت تمام على موصبه بعد كده يصرع القوة هتلاقي ان الايفنت ده موجود عندك تمام الايفنت ده عبارة عن ان انت بتجمع طاقة تمام التاقة دي بتملة بيها الحاجات اللي هي موجودة تحت دي اللي هي من واقع عاملة زي العلامة تمام مجرد ما بتدوس عليها طيب بيجيب الطاقة منين بتدوس على كلمة البحث عن طاقة بيطلب منك مهمات مجرد تسجل دخول بتقدي 60 ديقية 120 ديقه المهمة بتبدأ تجمع الحاجات دي بعد كده بتتحسب معك طاقة بتلاقي الطاقة اللي فوق دي بتتملي تمام هنا جمعناها كلها بتديك 450 term تمام طب بتعمل بيها ايه الحاجات دي بتيجي عن الحاجات دي اللي هي من ورا عاملة علامة هنا مش عارف اسمها ايه الصراحة بتدوس علي كلمة عادة شهر تمام بتجمع النقط دي اللي هي الطاقة اللي انت خطتها بتعمل بيها الحاجات دي نتيج على كل واحدة تعمل لها قادة شحن مش عمي بتاخد وقت ليه تماما قادة شحن لغاية ما تملع الاخر طيب الشحن ده بيعمل ليه بيديك وقت يعني مثلا تيجي اللي انت ملتها بيجيب لك اللي هو العد التنزولي ده 18 ساعة ده الشحن اللي انت حطيته في الجهاز ده تماما انت كده مفروض تم لهم كلهم مجرد ما بترجع تفتع بتلاقي النقاط اللي حسبت لك تماما النقاط بتتحسب هنا يعني مثلا مكتوب لك اللي 650 ده الطاقة اللي مفروض اللي تعملت من هنا تماما تبتعد تجمعهم تستخدمهم ازاي بتيجي على مدجر التقنية تقدر تبدلهم بسكن اللبس الموسم 15 هنا فيه 3 ايام فيه هنا يوم خلينا نبدلوا تمام ده تبقى ريال باصل للموسم 15 وهنا اللبس ده كل اللي عليك بس ان انت بتشحن الحاجات اللي تحت دي بعد كده بتسيبها هي بتملق لوحدها بيجيب لك النقطة هنا بدل صفر بتبتيت عد تحسب مية متين خمسمية لغاية ما تعد المهم بيجي لك اللبس ده في الآخر لبس الموسم 15 بس كده ده اللبس اللي يبقى موجود في الموسم 15 اشتركوا في القناة